يا مساء الفل يا مساء الانوار حبيبي وحشتوني جدا ان شاء الله الفيديو بتاع النهاردة بقى فيديو ايه لذيذ بزيادة هنعمل النهاردة كيكة الزبادي طرية وهشة ونكحة مليون في المية هقول لكم سر نجاحة وازاي تعملها تبقى هشة ومرتفعة طبعا الكيكة دي من احلى الكيكات وارواحها حاجة كده طرية ما شاء الله بتطلع نكحة وسهلة وبسيطة جدا ومقدرة ان شاء الله متوفرة في كل بيت يلا قمت نشاطي بقى كده مع كبات الشاي او كبات نسكويك بقى في البرد ده طبعا البرد اليومين دول ايه محتاج كل شوية حاجة كده مع كبات شاي مع نسكويك نسكفيه اي حاجة بنحتاج طبعا حاجة كده تسالي بين الوجبات خصوصا في البرد اللي احنا فيه ده فقلنا النهاردة بقى ايه عملنا وصفات كتيرة للكيكة قلنا نعمل كمان كيكة الزبادي حلوة جدا وسهلة واقتصادية كمان ما شاء الله عملناها بصوا احلى من اي ترطاية كمان حاجة كده مش مكلفة ابدا بدل ما تجيبي حاجة من بره بقى لا امي بهري ولادك بقى كده واسرتك او لو جايلك ضيف كده ولا حاجة ما شاء الله الكل هيشكرك عليه حاجة لذيذة جدا هقولك على المكون واحنا شغالين اللي هيطلحها معاك هشة ومرتفعة ونكحة مليون في المية وهقولك البديل بتاعه كمان ما شاء الله هيطلع معاك كيكاية من اروع الكيكاية بصوا شكلها احلى من اي ترطاية وان شاء الله لما تجربيها هتلاقي طعمها كمان حكاية بقى الفهنة وشفة لكل اللي هيجربها يلا بقى لسه محطتيش اللايك يلا بقى عايزين اكبر لايكات كده الكركة دي وتمر هندي عشان عائلتنا تكبر بيكم ان شاء الله واللي ما اشتركش لسه يعمل بقى سابس كريب وشير ويلا فعالي الجرس بقى واختري الكل عشان اي حاجة بنعملها توصل لكم باذن الله بصوا الكيكا بقى وحلوتها وجمالها حاجة كده خطيرة ما شاء الله طحفة بقى الفهنة وشفة لكل اللي هيجربها باذن الله مقدرها سهلة وبسيطة جدا يلا بقى نسمي الله ونصلى على الرسول عليه افضل الصلاة واسكى السلام وهنشوف مقدرها معنا بعد ما شفنا بقى شكلها التحفة ده ريحتها ما شاء الله كمان خطيرة هنشوف مقدرنا السهلة البسيطة اول حاجة طبعا معانا الدقيق اهم حاجة نكون النخلين ونخلة حلوة معانا كبايتين ونص من الدقيق معانا ثلاث معالق كبار من النشا وزارة ملح معانا كيس كيكشيف واثنين فانيليا معانا اربع بيضات ومعانا كباية زبادي ومعانا ثلاث اربع كباية زيت وكباية سكر ومعانا المكون ده هقولكو هنعمل به ايه واحنا شغالين اول حاجة لازم المقدار تبقى الكباية واحدة في كل المعايير بتاعتنا عشان نكمل كباية الزبادي حطينا كباية الزبادي وكملنا بقية مقدار الكباية اللي عيرنا بها السكر كملناها بالحليق يبقى معانا كباية سكر وكباية زبادي على شوية صغيرين من الحليق بالشكل ده معانا بقى كبايتين ونص من الدقيق منحولين طبعا زي ما تعودنا نزلنا عليهم برشة من الملح وكيس كيكشيف او بيكنج بودر عادي مفيش مشكلة بس الكيكشيف بيطلع الكيكاية معانا حلوة جدا نزلنا عليهم كمان بتلات معالق كبار من النشط كده بقى الخليط الجاف جاهز معانا جبنا بقى شفشة الخلاط وتقدر تعمليها بالمضرب بس الخلاط بيسهل علينا نزلنا بتلاتة اربع كباية من الزيت عليهم اربع بضاط وطبعا هنضيف كباية الزبادي اللي هي مكملينها بحوالي ربع كباية من الحليم يعني المقدار كله كباية بعد كده ضيفنا كمان كباية من السكر وضيفنا كمان الفانيليا هنحط النهاردة كسين من الفانيليا لو عندك فانيليا سائلة مفيش اي مشكلة هنضربهم ضربة حلوة وطبعا زي ما تعودنا توقف الخلاط وترجع تضربي تاني لحد ما يبقى القوام كريمي بالشكل ده هننزل بالخليط كله بتاعنا من شفشة الخلاط في بولة كده وبكده يبقى الخليط السائل جاهز معنا ان احنا نعمل فيه ايه المقدير الجفة المقدير الجفة اللي هي الدقيق بالبيكنج بودر بزرة الملح بالنشا اللي احنا ضفناه على الدقيق يعني كده كأننا عملنا سبونش اللي هو الجاهز بالشكل ده كده هنبتدي نضيف نص المقدار ونقلب تقليبة كده بالمضرب زي ما تعودنا في اتجاه واحد عشان الهوى ما يخرجش من الكيكا بتاعتنا بالشكل ده الحد ما يختفي كل الدقيق معنا بالمنظر ده سهلة وبسيطة جدا وانتي واقفة هتعمليها ان شاء الله وهتطلع معاك نكحة مليون في المية اهو بالشكل ده كده عملناها السر بقى اللي معنا معنا ربع كبات مية سخنة مية مغلية يعني تكوني لسه غاليها كده في القتل او البراد وتضيف عليها ربع معلقة صغيرة من كربونات السوديوم اللي هي الكربوناتو يعني احنا بنقول عليها كربوناتو لكن هي بكربونات السوديوم تقلي بها كويس جدا في ربع كبات مية مغلية وتبتدي تضيفيها على الكيكة بتاعتك وتقليبي تقليب كويس جدا بحيث الخليط كله يمتزج مع بعضه البيكربونات السوديوم دي هتخلي بقى الكيكة معاك هشة وهترتفع معاك ودعم بقى الفشل الكيك طب لو ما عندكيش بيكينج بكربونات السوديوم وعايزة تقوم تعمليها الوقتي هنضيف الخل عادي زيها زي اي كيكة بس مش هتديك النتيجة دي جبنا بقى القلب معنا دهناه برشة كده من السمنة او الزيت وبطلنا بالدقيق وشلنا بقيت الديق من القلب خلنا نضيف كده ونزلنا ايه بالخليط بتاع الكيكة بتاعنا طبعا مسخنين الفرن بتاعنا هندخلها على الرف اللي في النص هتقعد حوالي من ساعة الربع لخمسين دقيق بالشكل ده هتختبريها طبعا بالخلة وتشوفيها قبل ما تطلعيه لو تلعت نضيفة معاك يبقى استاوته زي الفل دخلناها وتلعت ما شاء الله بالشكل ده بصوا استاوت مفيش حاجة عاجين بتطلع معنا ولا حاجة كده تأكدنا ان هي استاوت وتمام هنسيبها تهدى بس شوية دقتين تلاتة كده وهنقلبها مع بعض بعد ما قلبناها بالشكل ده بقى جبنا بقى معنا عسل نحلي كده هنعملها بقى ايه تكات وحركات كده حاجة بقى ايه العين بتاكل قبل البق زي ما تعودنا هنعملها جميلة جدا وهتطلع احلى من بتاعت برة كمان طبعا الحاجات دي بتتبع برة غالية جدا وهي مكوناتها بسيطة ومتوفرة عندنا في البيت فليه بقى تشتريها بالغالي من برة وانت تقدري تعمليها وكمان هتفرح بيها ولادك فيلا تنشطي بقى وقوم اعمل لهم احلى كيكة زبادي بالشكل ده عملناها كمان النهاردة هتطلع احلى من التورتاي اي حاجة متوفرة عندك بقى كده بتزيني بيها يعني دي حاجة ترجع لرغبتك انت بس احنا طبعا بنديها شكل حلو عشان ايه يطلع شكلها جميل كده ويفتح النفس هنبتدي الرشة عليها كده شوية اي حاجة متوفرة عندك ضفنا هنا كده شوية حاجات بالالوان وضفنا كمان فول سوداني مجروش ابسط الاشياء يا اما فول سوداني مجروش او بعد ما دهنتيها بالعسل هترش رشة من جوز الهند هتطلع معاك برضو حكاية اهو بالشكل ده ده كده عملناها بصوا بقى شكلها ما شاء الله يعني تتاكل اكل كده يلا بقى بسرعة قوم اعملي كبات الشيقة والنسكة فيه اهي كده بقت جاهزة معينا وخطيرة جدا عبل ما تزوقها كده تكوني بقى ايه عملت النسكويك بتاعك وتاخدي بقى حتيت الكيكة كده مع النسكويك وانسي البرد ده بقى خلاص ودعا للبرد هتتدفي تدفية هايلة اهو كان منا بقى الجرنش بتاعنا بالشكل ده طبعا عشان تبقى حاجة كده ايه كأنك جايبها من برا بالزبط حلوة ولزيزة جدا وشاهية ما شاء الله لما تجربيها فعلا هتعجبك بصوا هنقطعها كمان من جوه عشان تشوفوا قلبها عامل ازاي هتطلع معانا حلوة جدا من قطرة الكيكات اللي ممكن تعمليها وان شاء الله تطلع معاك نكحة من اول مرة بصوا شكل الكتعة بقى من جوه ما شاء الله طحفة بصوا بتتكلم عن نفسها نقدرها سهلة جدا كبيتين ونص من الدقيق هيعمله معاك الجمال ده كله اهو بالشكل ده كده تقدري كمان تعمليها في سنية عادية مدورة او في سنية مربعة انت ورغبتك ما فيش اي مشكلة تقدري كمان تعمليها في اولي بالانجليش كيك او الكوب كيك يعني اي شكل انت تحبيه او ولادك يفضلوه اعملو لهم فيه وفرحيه اهو بالشكل ده كده حاجة كده خطيرة بصوا شكل التزيين كمان معنا ادها قيمة كده وخليها ما شاء الله كأنك جايباها من افخم حلواني مقدرها سهلة واقتصادية وان شاء الله تقوم يتجربها بعد الفيديو ده على طول اهم حاجة بقى ما تنسوش اللايك والشير لكاركديه وتمرهندي عشان عائلتنا تجبر بيكم واللي ما اشتركش بقى ينزل يفعل الجرس وتختاره الكل عشان كل حاجة هتوصل لكم بازن الله بصوا اعملنا اضافة كمان ضيفنا سوس الفراولة لو عندك طبعا او سوس شوكولاتة وبالفة هانا وشفة لكل اللي هيجربه اشتركوا في القناة